يبدو أن هناك اتجاه إقليمي ودولي للدفع نحو تسوية سياسية في اليمن بناء على خارطة الطريق السعودية المعلنة سلفا من قبل الأمم المتحدة والواقع أن كل الأطراف التي لها تأثير مباشر في الأزمة اليمنية لها أهداف خاصة من وراء هذا المسعى جميع تلك الأهداف والرغبات تتعارض مع مصلحة اليمنيين ومع حقائق الواقع ومعادلة القوة على الأرض التي من شأنها أن تحدد مدى استدامة أي مشروع للسلام فالسعودية مثلا تسعى للخروج الآمن من المعترك اليمن المعقد وتسعى أيضا لتجني بنفسها تبعات أي صراعات بين إيران والولايات المتحدة عوضا عن رغبتها في التخلص من نقاط الضعف التي قد تستخدمها إدارة ترامب للضغط عليها أما الولايات المتحدة فتسعى لإتباع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل باتفاق آخر ينهي استهداف الحوثيين للملاحة البحرية وبذلك تضمن هدفها الأهم الخاصة بحماية إسرائيل وهو نسف فكرة وحدة الساحات وبعيدا عن هذه الرغبات الخاصة فالواقع أن هناك كثيرا من التعقيدات الموضوعية والحقائق على الأرض التي قد تتصادم مع هذه التوجهات أولها استمرار الحرب في غزة وأهمها اختلال موازين القوات في الداخل اليمن وذلك يعني أنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى تسوية تضمن سلاما دائما في اليمن أي أن التسوية تستلزم أولا إنهاء الصراع لقليمي وثانيا إصلاح منظومة الشرعية وخلق نوع من توازن الرعب بين الأطراف بعد ذلك يترك سؤال المستقبل لليمنيين إن كانوا قادرين على التعايش مع ميليشي الانقلاب الحوثية أم لا